السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم تابعنا العزاء في فيديو جديد هذا الفيديو خفيف ضريف فيديو سوف نكتشف من خلاله مسألة وقضية جيد مهمة يجب عليك الانتباء إليها وهي كما واضح من العنوان لا تصدق كل ما ترى وتكتشفه على الانترنت خصوصا لما يكون الكلام يبدو حلو ومنصق وجميل وعسل نعطيك الفيكرة ونعطيك الدليل نعطيك الريسة لهذا الشخص أنا أقوم بمتابعتي منذ مدة هذا الشخص يشارك مجموعة من أفكار حول الربح من الانترنت حول البيع والشراع الانترنت هذا الشخص كان نشر منذ مدة هذا التويت يقول لك يا سيدي هناك ناس تكسب شركة تربح 300 مليون دولار في الشهر كيف وأنهم يقومون بتصميم ساعات شبيهة بالروليكس يعني يقول لك يا سيدي أنت يمكنك أن تربح المال من صناعة منتجات شبيهة تقليد لمنتجات معروفة كل ما عليك أنك تقوم بذهاب إلى الصين أو إلى الشركة معينة في بلد معينة وتقول لهم يستعولي ساعة أو منتج شبيه لهذا الماركة يعني تقليد يعني تقليد ويعطيك الدليل يقول لك أنه هذا الماركة يسمى ماركة سايكو سايكو الهند يجيهم تقريبا 170 ألف شهر يجمالي المبيعات 151 ألف دولار على الموضن في الشهر 2500 مبيعات في الشهر يجمالي المبيعات 362 ألف دولار في الشهر يعني شيء خيالي يعني من فينا لا يحلم أنه يكسب 300 ألف دولار 300 مليون 300 ألف دولار 300 مليون على الموضن في الشهر شيء خيالي سايكو ساعة شركة براند لصناعة الساعات شايد معي هنا يقول لك يمكنك قراءة تغريدة فقط يبحث عن هذا الشخص لكن أنت مثلا لو تريد أن تبدأ سوف تقول واه جميل يعني هذا الشخص نعم أرقام حقيقية أرقام تبدو حقيقية هي لا أعرف كيف حصل على ذلك لكن الأمر يبدو جميل جدا لكن هل تعرف هل فعلا لديك معلومة أنه شركة سايكو أسست 1881 في توكيو ليابان روليكس أسست 1905 يعني هذا الماركة أقدم من روليكس يعني كيف لشخص أن يقلد شركة بعده يعني أنت بديت الحرفة اليوم وشخص بدأ حرفة نفس الحرفة بعدك 200 سنة وأنت تقوم بتقليد هذا الشخص كيف لا يعقل هذا الشيء خيالي يعني تخيل معي الشخص يقول لك هناك ناس أنه فقط تستيقض في الصباح وتقوم بتقليد ماركات معينة وتقوم بكسب المال ويعطيك مثال هنا وهذا الأرقام لكن هذا الأرقام غير حقيقي الأرقام غير صحيحة لأنه هذه ماركة معروفة ماركة سايكو تأسست 1880 في اليابان وهذا الروليكس الذي يقول أنه شركة تقلدها تأسس 1905 هذا غير معقول يعني حتى هنا تدعي لأنه نعم قوي تقليدهم فهذا غير ممكن لأن الشركة عندها تاريخ 1880 تصنع الساعات وموقع وموقع خيالي وموقع ماركة معروفة تبيع الساعات بأتمينة 500 دولار فما فوق وعني كيف لا تقلد الروليكس يعني الشركة تنافس الروليكس هذه الشركة تنافس الروليكس عندها جمهور عندها هيبة عندها ناس عندها تاريخ ليس كلام في الريح يعني الشخص يعطيك مثال غير حقيقي لو أعطيك متجر لشخص معين نعم سوف نصدق لكن أعطيك نعم لامبرغيني تقلد فراري وشيء الأرباح غير حقيقة وأنا لم أنتبق إلى الموضوع فقط انتبهت عن طريق هذا الشخص قام بالتعليق وقال له يا سيدي أنت لا تعلم أنه سايكو هي أسست سنة 1200 وروليكس أسست 1900 فكيف يعقل أنه يعني الرسالة هنا والموضوع الذي تنتبق عليه وأنه إذا شارك معك شخص تجربة الربح وعطاك 100 للربح تأكد تأكد من ما قبل ما تدخل في تجربة وتدخل في الرحلات تأكد أنه ما يتم نشره حقيقي لأنه شاهد معي هذا الشخص يقول لك شاهد معي كم شخص 42 ألف واحد شاف هذا المنشور الله أعلم كم من واحد دخل في الرحلات لاستثمار ومبني على حقائق غير حقيقي يعني معلومات غير حقيقية يقول لك السيكو حتى وأنه هذا ندعي نقول نقول أن السيكو مقر الهند مدجر الهند ليس معتمد وهذا غير ممكن أن الشركة العملاقة إذا فتحت مدجر بإسمها في بلد معين سوف تقوم متابعتك ومقاضاتك لأنه هذا غير ممكن أنت تستخدم إسمها بطرقة غير شرعية محل غير رسمي الشخص يقوم بتقليد سيكويد يعني أنه محل سيكو بلين فالشركة فقط ترسله محامي وسكنه لمرجل يمكنك أن تفتح ستارباكس في مدينتك وبدون إذن ستارباكس هذا غير حقيقيا ممكن مستحيل كان معكم مسترعيت تمنى أن تكون الرسالة وصلت يمكنكم إلقاء نظرة على هذا التغريدة في الوصف سوف أدع لكم الرابط ودومتوم في رعاية الله وحفظي